خطوات ويصبح موقع تويتر تحت مظلة الملياردير إيلون ماسك ففي تقرير للجنة السكوك والتبادل الأمريكية أوصى مجلس إدارة شركة تويتر بالإجماع بموافقة حاملي الأسهم على عرض البيع المقترح بمبلغ 44 مليار دولار وإن تمت الصفقة الآن فسيحصل مستثمر الشركة على أرباح تبلغ 15.22% دولار لكل سهم يملكونه وتأخرت هذه الصفقة على الرغم من موافقة إدارة تويتر على بيع المنصة لماسك والسبب بالتأخير بعض المسائل العالقة والطلبات التي أرادها الملياردير من الشركة وقال إنه في انتظار تسوية الوضع بشأن عدد روبوتات الإنترنت الموجودة على المنصة أو الحسابات الوهمية وتجميع الجزء المتعلق بأدوات الدين فضلاً عن أنه ألمح إلى إمكانية أن ينسحب إذا لم تفعل الشركة المزيد لإثبات حجم قاعدة مستخدميها معرباً عن رؤيته بالحاجة إلى خفض عدد موظفي الشركة كما أكد ماسك على ضرورة تنويع مصادر الدخل في المنصة مشيراً إلى أن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة وأدت تصريحات إيلون ماسك المتضاربة بشأن تويتر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى تغير أسعار أسهم المنصة ويقول الاقتصاديون إنه يحاول من ذلك فرض أمر واقع جديد يسمح له بإعادة التفاوض على قيمة الصفقة الرئيسية